طب أنا عايز أقف معك مع كلمة غير موفق دي يا دكتور أحمد يعني قبل ما أتكلمها أعرف أني إحنا طبعا موضوعنا الإسماعيلي بس فكرة لما العيب يكون غير موفق يعمل إيه ولما يكون أكتر من اللعيب يعني إحنا شوفنا في ماطش الحجم طول 29 فرصة اللي قالي كان قادر على صناعاتها في مبارات فيتا كلاب مقدرناش نحط غير جولين اتنين مروان ما شاء الله من أول لمسة ومحمد شريف وبرده كان تبديلة في المبارات لما يكون عندي أكتر من اللعيب غير موفق نعمل إيه وهم نفسهم يعملوا إيه دي أنا بشوف أن يمكن حاجة من الاتنين دايماً ما بتوصل للجوم كتير وفي مشكلة فنية فيهضار الفرص يبقى حاجة من الاتنين يا في مشكلة فنية يا في مشكلة نفسية الفنية اللي هي إيه ضغط السوشيال ميديا يعني فلافيو قاعد سنة في النادي الأهلي ما جابش جرجون واحد لو كان موجود السوشيال ميديا ساعتها كان فلافيو كان خلق يعني خلاص فلافيو خلق كان قصة وانتهت لكن دلوقتي بقى في السوشيال ميديا بتضغط بشكل كبير جداً لازم السوشيال ميديا تكون نوعاً ما أقل تأثير شوية في الضغط على العيبة زي وليد أزارو وليد أزارو كان خامة ممتازة جداً من قطرة الضغط اللي عليه بقى بيروح مش شايف المرمى اللعيب بيفقد الثقة في نفسه من قطرة الضغط بتاع في الفترة الحالية فدي دور مهم جداً يمكن أنا يعني اقترحت مثلاً كنت بشوف فكرة كده أن ممكن مثلاً يكون فيه هنا دور لطبيب النفسي لازم يكون فيه طبيب نفسي مع الفرقة يعني بمعنى إيه أن مثلاً فيه لعيبة بتتعرض لضغوط ده محتاج أن أنا أدعمه أخفف من عليه الضغط أجيب له فيديوهات قديمة اللي بيسجل فيها هداف أجيب له ماتشاط للنادي الأهلي في التسجيل بحيث أن أنا أخفف من عليه الضغط دي حاجة مهمة جداً المشكلة النفسية اللي هي إيه أحاول أعليجها بالنقطة دي الحاجة الثانية الحاجة الفنية لازم يكون فيه كورسات للفرص اللي بيديها دي ده طبعاً ممكن زي مثلاً تيري هنري في كاس العالم مع منتخب بلجيكا كان هو مدرب لرؤوس الحربة بس تيري هنري برضو ممكن استحداث الفكرة دي يعني ليه لا التطوير آه إحنا صحيح أخذنا دورة بطال أفراكي خذنا دوري خذنا كاس خذنا ثلاث بطولات من جاري الحاجات دي وخذنا برونزية وخذنا برونزية كاس عالم ولكن برضو فيه أفكار ممكن للتطوير زي حاجات زي كده أن أنا حطت مثلاً نجم كبير زي كابتن عماد متعب زي فلافيو زي أحمد بلال زي كابتن أحمد بلال زي كابتن أسامة حسني زي النجوم دي كلها ممكن يبقى فيه حد متخصص للعيبة دي إنه هو على الفنش إم تتحرك فده ده مشكلتين اللعيب يضيع يبقى عنده حاجة من الاتنين مشكلة نفسية ومشكلة فنية نفسية أن أنا محطوط تحت ضغط يعني بواليا ده والله عنده إمكانيات ممتازة قوي جداً بدنياً قادر على التحامات الهوائية قادر أن أنت تطلع به يعني فيه في المباراة الثانية لنا في كاس العامل الأندية كنا بنطلع عليه كل القوار أنت بتطلع عليه وبيجيب لك فاول هو نقصه بس الثقة الثقة إنه هو يجيب أهداف هدف في الثاني هتلاقي إنه هو بمشكلته إنه هو برضو المشكلة الفنية إنه هو بيشوت جامد جداً ما بيركنش هنا دور وأنا بحس إنه شوت الجامدة دي نتجة عن حالة الضغط عن ضغطة دي بقى لازم أركين لازم في التمرين إنه الكرة مثلاً جاية لي في الفنش عايز الكرة حتى لو أنت هتضيع أو هتروح في زاوية أو وجونها يشيلها بس لازم أكون راكنة هنا الدغوء هنا الكرار في التلت الأخير من الملعب دي حاجة مهمة جداً